اهتمام مباشر ومستمر احظى به الملف الاسكاني من قبل صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه باعتباره متطلبا اساسيا يلبي الحاجة المطلقة لجميع مواطني البحرين في الحصول على وحدة سكنية مثلى ترنو الى سماء طموحاتهم في امتلاك منزل العمر الذي ينتظرون رؤيته بعين مجدودة ولهفة مشروعة تعاين المسكن الذي بات واقعا جميلا ملأ حيز تفكيرهم المنشغل بقدوم لحظة العيش بتفاصيله الضامة لمتنوع سبل الراحة والحداثة والمحتوي على مختلف الخدمات الضرورية لحياة كريمة النظرة الثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عبدت الطريقة امام مسير المجال الاسكاني وثبات خطواته التي نجحت في تسجيل امتدادات مشرقة لفحوى الانجازات الحضارية والتنموية التي حلت على هذا المجال الحيوي المعني بتوفير الملائم من المساكن النموذجية للمواطنين فعظيم الخطط الحكومية افلحت في تنويع الخيارات الاسكانية امام المواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص واجاد الحلول المبتكرة التي تساهم في توفير السكن الاجتماعي للأسرة البحرينية وهي ذاتها اي الحلول من ساعدت وزارة الاسكان في تفعيل البرامج وفحوى المبادرات الاسكانية التي كان لها كبير الاثر على احداث الرضا التام من قبل المنتفعين من عشرات المشاريع الاسكانية الموزعة على مختلف مناطق البحرين والتي من ابرزها مدن البحرين الجديدة الخمس ومع استمرار زيادة عدد الطلبات والحاجة الى مواكبة متطلبات العصر الحديث ومع ما يتصق مع الامر الملكي السامي الداعي الى بناء اربعين الف وحدة سكنية جديدة حرصت وزارة الاسكان وتنفيذا لتوجيهات سموولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تطوير سياساتها من اجل زيادة الطاقة الاستيعابية للطلبات الاسكانية المتزايدة وتوفير خدمات فورية آلت الى تخفيض عدد كبير من الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار وتلبية الالاف من الطلبات الجديدة وقد جاءت الاوامر الاخيرة لسموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واضحة بتوزيع الفي وحدة سكنية لخدمة المواطنين ضمن القوائم الشمولية التي تخص المستفدين من مشاريع المدن الاسكانية في كل من مدينة خليفة ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة امر يعكس حجم الدعم والاهتمام الحكومي بالملف الاسكاني كأحد مظاهر حقوق الانسان بالمملكة ومن باب حفظ ومنح المواطن البحريني حقه بامتلاك وحدة سكنية تتوائم مع ما يرجوه الى جانب ما تم ذكره ومن باب التأكيد على رغبة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المتواصلة في تطوير جميع السياسات الاسكانية في البحرين وتوسيع نطاقها فقد صدر عن سموه باعتباره رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني قرار يقضي بانشاء وتشكيل فريق عمل لدراسة مخططات المدن الجديدة يتولى مهمة مراجعة ودراسة المخططات العامة لتطوير المدن المشار إليها في القرار وتقييم مخرجات التصاميم المبدئية وابداء الملاحظات والأراء الفنية من الناحية التخطيطية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح خطة التنفيذ والإجراءات اللازمة لإعداد المخططات التفصيلية بهذا الصدد